جامعة شقرة غنية عن التعريف بدأت بالمملكة العربية السعودية في منطقة من مناطق بلادي الغالية وحظيت هذه الجامعة بحقيقة معرفة وثورة وتوسع في مجال إنشاء الكليات والمعاهد والبرامج سواء كانت البرامج في البكالوريوس وفي غيرها من الدبلومات والدراسات العليا شهادتي في هذه الجامعة مجروحة لها كل التقدير والاحترام وبقيادة حقيقة مهندسها معالي الدكتور الأستاذ الدكتور عوض العسمري وكافة الوكلة والعمدة وأعضاهاية التدريس لهم مني كل الشقر والتقدير على الجهود التي تبذل للنهوض بجامعة شقرة أيضا أنا في هذا المؤتمر الذي يتحدث عن الهوية في الهوية الوطنية للمملكة العربية السعودية على شبابنا الحبيب أن يكون أمينا ومخلصا ولديه ولاء ومحبة وإخلاص وانتماء لهذه البلاد المملكة العربية السعودية وولاة أمرها أنا في تصوري أن الهوية الوطنية هي أن يكون الشاب والشابة في ظل هذه الرؤية 20-30 رؤية المملكة العربية السعودية التي أندسها مهندس هذه البلاد حقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رعاهم الله وحفظهم أن يكون الطالب لديه ولاء ومحبة وإخلاص وانتماء لهذه البلاد ومن خلال هذه الصفات يكون الطالب والطالبة والمجتمع والنشع على هوية وطنية عالية جدا أدعو الله جل وعلا للقائمين على هذا المؤتمر التوفيق والنجاح والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محدثكم الدكتور فهد جهز الحربي أستاذ الدراسات العليا المشارك في جامعة طيبة كلية التربية قسم الإدارة التربوية شكرا للجميع